السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا فيكم في درس جديد معكم تيسير من تيسير ديزاين اليوم سأشرح لكم كيف ممكن نساوي موشن غرافيك باستخدام برنامج الافتر افكت خليكم معي بالشرح اول شي يا شباب مثل ما انكم شايفين بدي انزل اي فيكتر فايل من اي موقع بيقدم فيكتر فايل مجاني مثل فريبك اول شي بدي بدي اساوي بدي افتح الملف على الاستيليتر وبعدين ايش اساوي اصير اخد كل الليارات متل ما انكم شايفينه هون بحاول اخدهم لحاله يعني بحط نيو لير وباخد مثلا خلينا نقول القلب الغيم المنطاد الامور هاي بسحبهم واحد واحد وبحطهم شو بقلب الليار متل ما انكم شايفينه قدامكم ان هون اللي عم بساوي عم بحاول اخد كل الليارات كل واحد لحاله يعني مثلا هاي جروب الليو بحطها بلاير وبعدين اففصل بينتهم بعدين بفوت على هادا الجروب وببلش شو باخدهم لير هاي عندكم القلب المنطاد عندكم الويوم عندكم الامور هاي بحط نيو لير وبسحب هادراج اندروب بقلب ايش بقلب الليار هلا انا رح اسرح هادا الجزء مشان تشوفوا كيف ومنكفي مع بعض بالشرح بقلب هلأ يا شباب متل ما شايفين قدامكم انا صورة اخذ كل اللايرات متل ما سوف تغير الحال عم بغير الاسماء او خليني اقول عم برقم بعدين عم بحطن كل واحد وبساوي له ارقام هاي عندكم الغيوم عندكم القلب عندكم المنطاد عندكم الامور كلها تبقى تقسمت هلأ الخطوة اللي بعد هاي يا شباب بدي افتح برنامج الافترفكت واروح على اوبن فايل واختار الملاف بس هون بدك تكون منتبع على موضوع امبورت اس بدك تختار الخيار اللي انت شايفه قدامك بالنص وبعدين بتلو ايش امبورت متل ما انكم شايفين هلأ صار عندي كل اللايرات لانا اسمتها موجودة عندي هون على ايش على اللايرات لحال عيني متل ما انكم شايفين هذول منفات الالستيليتر كل ايش هي عبارة عن اللايرات بروح على المين كومبزيشن وبضغط عليها متل ما انكم شايفين هلأ فتحت قدامكم متل ما انكم شايفين اكيد هون انو صار ايش كل اللاير موجود لحاله مشان ابلش باي حركة باي افكت خلي نقول انا رح ابلش اول شي بالباكراوند بدي غير هون بالباستي بالشفافيه هلأ انت انت حر هون مثلا تاخد وان ساكنت او ساكنت انا رح اخد وان ساكنت ابحط كيفريم متل ما انكم شايفين وبرجع على بداية الانيميشن وبحط كيفريم بخلي الرقم زيرو بحيس انو تبلش من زيرو شفافيه لغاية وان هندرت متل ما انكم شايفين صار عندي هون ترانزيشن لي ايش الشفافيه الشي اللي ممكن تساوي اللي هو تساوي ايلايت للكيفريم وتساوي لك كيفريم اسستنت وتختار ايز ايز ونفس الشي عالكيفريم التانية وبتقلو ايش ايز ايز هاي بس مجرد ايش مشان تعطي سموثنس اكتر للحركة هلا يا شباب الخطوة اللي باتة بدي بلش احرك مثلا هون بدي بلش احرك الغيوم بحيس انو تبين الغيوم ايش انو عبتطلع نفس الشي بروح بضغط بي على الكيبود مشان افتحل البوزيشن وحط كيفريم على وان سكان بعدين برجع على اول الانيميشن وبغيل حركة متل ما انكم شايفين هي حركة سمبل وبسيطة هون انا عم بروح على الجراف ادوتر عشان ايش عشان اغير خليني نبقول بالسموثنس تعيد الحركة نفسه يعني انت هون ممكن تغير بهدول حيسي نظبطها على حسب ما انت شايف على حسب ما بتحس انو مثلا الانيميشن هيك ازبط او ممكن متل ما حكينا قبل انو انت بس مجرد تحط على ايز ايز و ايز ان و ايز اوت الخيارة بيرجعلك هلا يا شباب عم بحاول اطبق نفس الحركة كمان عن الغيمة رخم اثنين عم بحاول اطبق حركة الغيوم هاي الانيميشن على جميع الغيوم اللي موجودة عنا نفس الشي مجرد اني اضغط بي على الكيبولد مشان نفتح البوزيشن وبتلا هيني حطيت كيفرين بعد وان سكند حركت فيها ورجعت على اول الانيميشن وغيرت بالحركة هلا الخطوة اللي بعدها شباب اننا نحط افكت اسمه وغل افكت هذا الوغل افكت هو عبارة عن افكت بيعطيك اهتزاز للغيم مشان اساوي هذا الافكت بيدي اضغط ALT على الكيبورد و اكون ضغط على الستوب واتش اللي فيها بوزيشن بكتو بالإكسبرشن هو وغل مفتح قوس وبحط مثلا 2.5 2.3 2.1 هو انت كل ما بتزود الايمي كل ما بتلاقي ايش الاهتزاز بزيد او لا انا اخر شير سيت على 2.3 بعدين انت بتصفي بس مشان نطبي هذا الافكت على الجميع نساوي نفس الحركة مناخد copy ومنروع على كل غيمي خلينا نضغط ALT على الكيبورد ونقوم نضغط على الوزيشن ونساوي Ctrl V لنجدها باستوب مثل ما انكم شايفين قدامكم هلا يا شباب صار عندي الغيون هلا بلشت انا ايش بالستار الستار عشان نغير فيها بممكن اغير بالاوباسيتي ممكن اغير بالبوزيشن كما انكم شايفين نفس الشي هون عملت نفس النظام اللي هو انا غيرت شوي بالبوزيشن حطيت keyframe فتحت B من الكيبورد وغيرت فيها وكمان ممكن اغير بالضغط على حرف T من الكيبورد ونفس الشي يا شباب ممكن اغير بالقيمة اللي بدنا ياها وتشوف الحركة بلشت ايش هي حركة خفيفة بس انه كيف هلا هون انا عم بساوي على باقي النجوم نفس الشي كمان على باقي النجوم مثل ماكو شايفين عم بساوي نفس الحركة او نفس مرد بنفتح عشان نعدل عليه شوية نزبط الامور حسب ما انت شايف هلا يا شباب بدي بلش احرك القلوب بدي اعمل نفس الشي متل ما انه بحط مثلا متل ماكو شايفين مجرد حركة بسيطة مشان احرك ايش البوزيشن فمتل ما انكو شايفين انا حطيت كيفرايم على تو سكنت ورجعت على اول انيميشن وحطيت كيفرايم متل ما كو شايفين هلا قدامكم هون مجرد ان انت بتغير لما بتلما بتقرب الكيفرايم من بعض بتلاقي الانيميشن اسرع لما بتبعدها بتلاقيها بطقت شوي فانت هون حر بالاختيار اللي بدك ياه برد بفوت على الجراف اديتر بحاول ايش بحاول اني ازبط شوي فيه بحيس قلاقي الحركة اللي انا بشوفه مناسب بالنسبة لي هلا اول انا رح حاول اوقف بالنص واعطيها حركة بسيطة على البوزيشن بحيس ايش يبين انه ايش انه مثل القلب نط يعني انا لو ما نشغل هي بنشوف انه بتحسه روح له فوق شوي ورد نزل لتحت مرة تاني هي حركة بسيطة بس بتعطي احساس حلو على الانيميشن هلا بدي اعمل بدي اعمل افكت اللي هو خلي القلب يبين انه عم بيوم بولد فمشان هيك بروح على الافكت عند بريسيت وبختار افكت اسمه بلدج اذا انا عم بساوي لولفظ مصبول مش عارف المهم نختار التأثير هات وبصير ببغير انا بالبلدج هايت هلا هون متل ما انكم شايفين انا عم بحط بين مينوس 0.2 و بلس 0.2 هلا هي ما بتغيير بالقيمة مثل ما انك شايف بتحس القلب انه هاش انه عم بيوم بضع فانا هون اش رح ساوي رح اكرر هاي الحركة على طول الانيميشن وبتحس فعلا لما بتشغل الانيميشن انه القلب صار عم بيوم بضع انا عشان اسهد الانيميشن رح اعمل نسخ وابل اش اعمل لسق مثل ما انكم شايفين يعني كوبي بيست كل هاي الكي فريم ومتل ما انكم شايفين هيك لما بيشغل الانيميشن بتلاقي الانيميشن فعلا شكله انه ايش انه عطت انه 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 قلب عم بيوم بضع متل ما انكم شايفين قدامكم توجد مرد منك شايفين بيوم 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 امه هي النجوم الخفيفة انه هيك عب تعطيك احساس انه متل عب تتحرك فهي انا ما غيرت بالقيمة ولا عملت اي شيء بس حطيت البلدج افكت وحطيت keyframe على البلدج center متل ما شايف طوال ما انا عم بحرك بتلاقي ايش انه بتحس از بتشوفوا معاي بتلاقي انه متل النجوم شكله ايش عب تتحرك هو افكت خفيف بس نفس الوقت بيعطي احساس جميل للانيميشن هلا بساوي highlight هدول الملفات الاربع اللي هن فيهم التكست وكليك يمين وبختار precompose بعدين بضغط اوك هلا هاد اللي هو في التكست الاساسي اللي هو حبي فارنتاين فانا حابب اضيف عليه effect فبروع على effect and preset وبختار effect اسمه CC light sweep متل ما انكم شايفين هون هاي بتعطيك احساس انه متل في خلينا نقول ان انارة او ضو هيك ماشي على متل ما انك شايف قدامك متحس فيه متل لايت يعني خلينا نقول ما اشي فانا بحط هون كيف ريم على اول الانيميشن محل ما بدي يحرك على السنتر وبمشي بالماوس لاخر ما يروح الضو فمتل ما انك شايف هيك ببلش فيه حركة ضو خفيفة ماشي على كلمة هبي فارنتاين دي بتعطيك كمان افكت جميل وبسيط هيك نحنا ما نكون غلصنا الشرح اليوم بتمنى يكون عجبك الشرح واستفد منه اذا تعلمت شي واستفدت لا تنسى تعمل لايك وتشترك بالقناة ومنشوفكم ان شاء الله بدرس جديد شكرا لكم مع السلام